لكن أحبائي في الكتاب المقدس بيتكلم عن صوت دم لما قائن قتل أخوه هابيل سألوا أين أخوك أين هابيل أحارس أنا لأخي قالوا ها عم بسمع الصوت صوت دم هابيل وهذا الدم يتكلم بحسب العبرانيين الرسالة إلى العبرانيين فإذا هذا الصوت صارخ إلي من الأرض فعندما نفكر في الدم أن الدم في صرخة في صوت الله بيسمعها ثم في سفر اللويين إصحاح 17 والآية 11 مكتوب لأن نفس الجسد هي في الدم لأن الدم يكفر عن النفس فإذن نفس الجسد هي في الدم يعني الحياة لأن الدم يكفر عن النفس ثم بحسب سفر الخروج الدم علامي كانوا العبرانيين يضعون الدم على العتب والقائمتين مكتوب عن المهلك أعبر أرى الدم وأعبر عنكم يعني للحماية علامة للحماية فالدم يغطي والدم يحمي وهذا مهم جدا في الكتاب المقدس ثم الدم هو علامي بل هو ختم العهد أي عهد يقام في العهد القديم كان لازم يختم بالدم ألم يقل المسيح هذا هو العهد الجديد بدمي يعني تختم بالدم الذي يسفك من أجل الكثيرين لمغفرة الخطايا